اشتركوا في القناة والاتصالات بجهود الشركات الخاصة وحرصها الدوب على الاستثمار في مجال الطيران والنقل الجوي مؤكدا في هذا الصدد سعي البحرين إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البحرين كمركز محوري في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة والعالم من جانبها أكد السيد ماجد الخان عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة انفراكورب التزام الشركة بتطوير بنية تحتية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق مشيرا إلى أن هذه المشاريع سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطع إلى ذلك أكد الدكتور محمد جمعان الرئيس التنفيذي لشركة مينا ايروسبيس أن تطوير مرافق خاصة بالطيرات في مملكة البحرين سيعزز من قدرتها التنافسية في هذا القطع وتقديم خدمات ذات جودة عالية في هذا المجال الحيوي هذا وقال السيد علي المدافع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية إن تطوير المرافق المخصصة للطيرات يأتي ليعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي للطيران حيث يقدم خدمات تنافسية تلبي الاحتياجات المتطورة للسوق ترجمة نانسي قنقر